لم يمر التعريف الجديد للتطرف الذي أعلنته الحكومة بلا ضجة المؤيدون يجادلون بأن التعريف الموسع يوفر المورنة اللازمة لمعالجة التهديدات المتطورة في حين يتخوف المعارضون من آثاره على الحريات المدنية مايكل جوف وزير المجتمعات المحلية ذهب أبعد من المتوقع أمام النواب مسمياً بعض المنظمات التي قد يشملها التصنيف ما دفع بعض قادتها إلى الإعلان عن أنهم يجرون مراجعات قانونية بوجه أي تصنيف محتمل منظمة كيج التي تخضع للتقييم وفق التعريف الجديد من بين هؤلاء عندما لا ترغب الحكومة في الاستماع إلى هذه الجماعات وتريد تهميشها ووضعها جانباً فإنها لن توقف ازدهارها كل ما ستفعله وعدم التفاعل معها ولسوء الحظ إبقاؤها في مجتمعات منعزلة وهذا من شأنه أن يغضي المشكلة بفصل المسلمين عن بقية المجتمع وهو ما حاولت الحكومة القيام به مراراً وتكراراً من خلال معادات الإسلام المستمرة جوف سمى أربع مجموعات بالإضافة إلى منظمة كيج وقال إنها تخضع لمراجعة ما إذا كان التعريف الجديد ينطبق عليها بين هؤلاء البديل الوطني والحركة الاشتراكية الوطنية البريطانية وكلاهما ينتمي إلى اليمين المتطرف في حين توصف رابطة مسلم بريطانيا بأنها فرع الإخوان في البلاد ومؤسسة ماند معنية بالتشجيع المسلمين على الإنخراط في السياسة إن مفهوم التطرف أمر مروع ويتعارض مع كل المبادئ الديمقراطية تعريف التطرف الجديد غير مفيد ولا يساعد لدينا تشريع في الوقت الحاضر يتعاطى مع مخاوف المسؤولين بشأن خطاب الكراهية وهو باعتقادي كافاً التعريف الواسع للتطرف بحسب النقاد يفتقر إلى الوضوح مما يثير مخاوف بشأن احتمالات إساءة استخدامه من قبل السلطات الحكومة تقول إن التعريف الجديد يعزز مكافحة التطرف من خلال الموازنة بين المخاوف الأملية والحريات المدنية لكن الحقوقيين هنا يحذرون من تسييس العملية وما قد ينجم عن ذلك من نتائج عكسية مصطفى زارو العربية لندن